قد لا يكون حقيقيا لكن ما فيه من فعل أضحى موجودا منه الكثير مشاهد لأباء يستخدمون السلاح مع أبنائهم أخذت دائرتها بالاتساع ومع تساعها تزايدت أرقام ضحاياها أفعال تعدت حدود الحالات الفردية وفق مختصين وباتت تقترب من أعتاب الظاهرة التي لاقت رفضا شعبيا على وجودها وتزايدها هو أمر غير طبيعي نحن شاهدنا بعض المقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنه شخص يجرأ أنه يرمي أو ينيشن على طفله بالنتيجة وهي بنته هذا موضوع خطير جدا الظاهرة أوجه أن الشرطة المجتمعية أن ترى حل هذه الظوار لأن هذه الطفلة هي روح طفل مستحيل أن يكون بيج موقف ومن الردود الشعبية إلى العقوبات القانونية فمن منظر فقهاء في القانون تكون العقوبة للذي يعرض حدثا يقل عمره عن 15 عاما للخطر بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وإذا أصيب بعاهة فقد تكون بالسجن سبع سنوات وإذا توفي فتكون بالحبس والغرامة قانون العقوبات العراقي بالمادة 383 عاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات كل من يعتدي على صغير ويعرض حياته للخطر وطبعا إذا توفى هذا الصغير نكون أمام القتل الخطأ في المادة 411 عقوبتها الحبس تصل إلى خمس سنوات أما من المنظور الاجتماعي فما يفعله الآباء مع أبنائهم يوضع في خانة التعذيب النفسي وفق مختصين حالات تحتاج معالجتها بحسب بعض القراءات للمسير بمسارين متوازيين الأول يعنى بالتوعية والتثقيف والثاني بالردع والتحذيرات المضي بهذين المسارين يعني عدم الترويج للسلوك الخاطئ والحد من إثارة الفوضى فأثار وتأثيرات هذه الأفعال تحتاج لردع أمني للحفاظية على الأمن المجتمعي من العاصمة بغدال بدر ركابي التغيير